بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بيناك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الخير والبركة يلتقيكم في بينات جديدة والقسم الثالث من العمل الصالحي قرآنيا وضيف الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ في الحوزة العلمية السلام عليكم سماحة الشيخ ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين كنا قد وقفنا في القسم الأول من العمل الصالحي قرآنيا عند حقيقة العمل الصالح وعلاقته بالإيمان وسر الاقتران به ثم تطرقنا في القسم الثاني إلى دوافعي ومبرلات العمل الصالح والفروق بين العمل الصالح الصادر من المؤمن والعمل الصالح الصادر من غير المؤمن واليوم نصل إلى القسم الأخير نود الوقوف عند نظرية تجسم الأعمال وعلاقتها بالعمل الصالح ثم التعرض إلى مدى مدى ضمانة العمل الصالحي لدخول الجنة فابقوا معنا لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد في بينات وضيف الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان أهلا بكم سماحة الشيخ حياكم الله كنا قد تطرقنا في الحلقتين السابقتين إلى مراحل وأقسام عدة من العمل الصالح واليوم ربما وصلنا أيضا إلى نظرية لنسميها نظرية العرب قال تعالى وَقُلْ اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ لنقف عند دعوية هذه الآية إلى العمل الصالح وأيضا النشأة التي تعرض فيها الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد في البداية أحييكم وأحيي الإخوة في أسرة البرنامج وفي هذه القناة المباركة كما أحيي جميع الإخوة والأخوات المشاهدين الحقيقة أن فكرة عرض الأعمال لا بد لها من شيء من التوضيح حيث أن هذه الفكرة شيدت أركانها بشكل واضح في مدرسة أهل البيت عليه وسلم مع أنها حقيقة قرآنية أشار إليها القرآن الكريم في غير واحدة من آياته الكريمات وبالأخص في قوله تعالى وقل اعملوا فسيع الله عملكم ورسوله والمؤمنون ربما كان الشائح عند غير أتباع مدرسة أهل البيت وعند غير آئمة أهل البيت عليه وسلم تفسير الآية بالرؤية العامة إن صح التعبير في القيامة يوم تبلس صرائر يوم تنكشف الأمور لجميع الناس وليس لخصوص المؤمنين يوم العرض الأكبر إلا أن التأمل في الآية الكريمة أولا يعطي بوضوح نعم أن المراد هو رؤية خاصة خاصة بالله أولا والله عز وجل من الواضح أن رؤيته غير منحصرة بذلك العالم طيب نعم فهو الشهيد وهو الذي يبلو الصرائر وهو الذي تنكشف لديه الأمور وإن كانت غيبا بالنسبة لغيره نعم في لحظة وقوعها بل ينكشف لديها أنها ستقع قبل وقوعها من هنا فسيغى الله عملكم من الواضح أن هذه الرؤية الإلهية الربانية لا يحدها حد لا يقيدها قيد نعم لا في الزمان ولا في المكان لا في الأرض ولا في السماء عطف رسول الله صلى الله عليه وآله على الله سبحانه وتعالى من دون تكرار الفعل فسيرى الله عملكم ورسوله سيغى أيضا هذا يعني على أقل تقدير إشعارا إن لم أقل هو تصريح واضح في أن الرؤية كما تكون لله عز وجل بالذات ومن حيث الأساس تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله بالعرض ومن حيث تمكين الله سبحانه وتعالى لرسوله بأن يرى ما يراه هو بالذات والمؤمنون المؤمنون عنوان كثر استخدامه في القرآن في العام وأريد منه الخاص أريد منه خاصة المؤمنين ولا أظن أحدا يختلف مع أحد في أن خاصة المؤمنين كيف استدلتم على أنه خاصة المؤمنين في القرآن الكريم لا نستطيع أن نقول ولم أرد أنا أن أقول بأنه كلما استخدم فيراد منه خاصة المؤمنين لأنه الآية كأنه مطلقة ما أشرت إليه ما أشرت إليه هو أن القرآن الكريم استخدم مصطلح المؤمنون بين قوسين الذي هو مصطلح من حيث الاستخدام اللغوي والإطلاق اللغوي يشمل كل مؤمن استخدمه في خواص المؤمنين في آيات عديدة منها قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون باتفاق الروايات عند السنة والشيعة أن هذه الآية الكريمة نزلت في خصوص علي صلوات الله وسلامه عليه وليس كل المؤمنين هم الذين تصدقوا وهم راكعون الروايات كثيرة من السنة والشيعة نعم إطلاق العام وإرادة الخاصة نعم لنكتة في البين هذا أسلوب موجود في القرآن بل وشائع لا يتسنى لنا الآن أن نفصل الحديث فيه كثيرا تطرقتم لا وجود نكتة ما هي النكتة هنا النكتة هي أنه يراد سادات المؤمنين هذه نكتة نعم هذه دعوا تحتاج لكي نثبتها إلى الرجوع إما إلى القرآن الكريم إن أمكن نعم أو إلى السنة الشريفة الروايات الشريفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عمن حكمهم في القول والفعل حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليه من هنا نوجه وجهنا شطرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فنجد أن الروايات تحدثت وباستفاضة عن عرض الأعمال هنا في الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الحجة بعد رسول الله كل في وقته الروايات كثيرة في هذا المجال أشير في عجالة من أمري إلى بعض هذه الروايات الرواية الأولى مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وآله كما في الرواية إن أعمالكم تعرض علي كل يوم فما كان من حسن استزدت الله لكم يعني دعا لنا طلبا للاستزادة وللزيادة وما كان من قبيح استغفرت الله لكم هذه الرواية مروية في كنز العمال وكنز العمال كما تعلمون هو موسوعة نعم جمعت الكثير من الصحاح والمسانيد السنية فيها جميل هو شبيه بالنسبة لكتب السنة ببحار الأنوار عندنا نحن في مدرسة أهل البيت من هذه الجهة من جهة جامعيته للكتب وللكثير من كتب الحديث عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارها نعم فاحذروها وهو قول الله تعالى اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله كأنه الرؤية لا تحدث في النشأة الآخر أريد أن تقوله أريد أن أقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال الآية الكريمة مؤيدا ما استظهرناه منها بهاتين الروايتين وروايات أخرى كثيرة يرى الله يرى أحب أن أوضح هذه النكتة نعم الله يرى لكن غير الله يرى الأعمال بمعنى أن الله عز وجل يريه أعمال العباد نعم وهذا في الحقيقة لا أريد أن أفصل البحث وأدخل في موضوع لسنا بصدده فعلا نعم هذا من شؤون حجة الله على خلقه جميل رسول الله صلى الله عليه وآله هو حجة الله المطلقة نعم على الخلق من الأمور التي يزول الله سبحانه وتعالى بها حجته على خلقه أنه يريه أعمال العباد ومن هنا لدينا روايات عديدة ورد فيها أن أهل البيت عليهم السلام هم المقصودون بعنوان المؤمنون في الآية الكريمة فهم تعرض عليهم الأعمال كل واحد منهم صلوات الله وسلام عليهم تعرض عليه الأعمال في الوقت الذي يكون فيه الحجة الفعلية من الله سبحانه وتعالى يعني علي عليه السلام ربما لا أريد أن أدخل في تفاصيل البحث الآن لم تكن تعرض عليه الأعمال في حيات رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنها حتما صارت تعرض عليه بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في وقت إمامته الممتدة من حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حين استشهاده صلوات الله وسلامه عليه وكذلك بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كل إمام لاحق مع الإمام السابق لا يشمله هذا الدليل قد يكون تعرض عليه الأعمال من جهة أخرى وبدليل آخر لكن ما نستطيع أن نجزم به هو أن الحج الفعلي منهم صلوات الله وسلامه عليهم تعرض عليه هذه الأعمال حتى لا نستغرق كثيرا في أصل الفكة هذه فكة مسلمة في مرغسة أهل البيت عليه السلام لا ينبغي أن يكون لدى الإخوة والأخوات أدنى شك فيها لكن الشيء المهم هنا أثر عرض العمل علينا نحن الذين نعتقد بعرض أعمالنا عليهم صلوات الله وسلامه عليهم الأثر التربوي هناك أثر عند من تعرض عليه الأعمال أشار إليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الرواية فما كان من حسن استزدت الله لكم يكون عملنا الحسن عملنا الصالح سببا لننال دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله ودعوة أهل بيته الطاغرين للزيادة وتعلمون ويعلم جميع الإخوة والأخوات أن دعاء الرسول صلى الله عليه وآله هو الدعاء المستجاب وما كان من قبيح استغفرت الله لكم ومن الواضح أن الأمان لنا من العذاب في الأمة المرحومة والذي يميزنا عن بقية الأمم أننا لا يقع فينا عذاب الاستئصال في الدنيا لأن الرسول والمعصوم عليهم السلام كل في وقته يستغفراني لنا ولذلك لا يقع هذا العذاب الذي وقع في الأمم السابقة وكان أنبياؤها فيهم وقع على غير الأنبياء طبعا لأن سبب وقوعه على الأمم عدم استجابتهم لهؤلاء الأنبياء هذا الأثر بالنسبة لمن تعرض علي الأعمال أما الآثار بالنسبة لنا وهذا هو الأهم فيما يرتبط بنا ننال دعوة من رسول الله فنزداد حسنا ونزداد عملا ننال استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وآله فنبتعد عن العذاب إن شاء الله ولا شك أن استغفار رسول الله هو دعاء أيضا بكثرة آثار العمل السيء والستر عليها أما بالنسبة لنا نحن المعتقدين وندعو جميع المسلمين أن يدققوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ليتزودوا من هذه الاعتقادات التي لها الأثر العمل الكبير على حياتهم نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام اعتقادنا بأن أعمالنا تعرض على إمام زماننا صلى الله وسلم الله عليه يسبب لنا أمران أساسيا الأمر الأول التواصل الاعتقادي الدائم والمستمر مع الإمام خصوصا نحن الذين نعيش في عصر غيبة إمامنا أي تام آل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم نعيش في حالة يطمن حقيقية اعتقادنا بأن عنا حيات كل يوم اثنين وخميس على إمام زماننا يسبب حالة من التواصل الاعتقادي والحس المفعل نعم نستطيع أن نقول نعم نستطيع أن نقول عن وجود إمامنا صلى الله عليه وسلم جعلتم علة العرض كأنه هي العلة التربوية نعم قبل أن تدخل في الجهة الثانية جعلتم علة العرض على المؤمنون وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كأنه العلة التربوية فقط هل هناك علا الأخرى؟ هي تنفتح كما قلت قبل قليل تنفتح على العقيدة من الباب الواسع اعتقادنا بأن حجة الله على الخلق الرسول ثم الآئمة صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا موجودين قياديين بالمعنى الاجتماعي والسياسي فحسب نعم بل هم قوى فاعلة متصلة دائما مع الله ومع ملائكة الله عز وجل بالأمر الثاني بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدين الكرام ابقوا معنا لكن بعد هذا الفاصل اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قدم يا علم يا حلم يا حكيم يا حيان يا منا يا ديان يا برهن يا سمطان يا رضان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والميان يا ذا المن والميان مشاهدين الكرام ما زلتم برنامج بينات وضيف الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان وعنوان الحلقة أيضا العمل الصالح في القرآن أهلا بكم من جديد أهلا بكم سوعة الشيخ أحيانكم الله نجز نظرية العرض نظرنا طبعا لضيق الوقت في دقيقة ونصف لو أكملتم الكلام حول هذه النظرية الحقيقة أشرنا إلى الجنبة الاعتقادية في القضية وأن هذا يمثل مستوى من مستويات الاعتقاد بحجة الله على خلقه وأن منصب حجة الله على الخلق ليس مجرد منصب سياسي أو اجتماعي فقط كما يحاول البعض أن يحصره الجانب التربوي الأول الذي تحدثنا عنه بعد الفاصل هي حالة الارتباط الروحي مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه سواء في زمن الحضور أو الآن نحن الذين نعيش في زمن الغيبة ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الارتباط في زمن لا نرى فيه الإمام أو نراه ولكننا لا نعرف أنه هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه الهدف التربوي الثاني هو الذي تبقى لنتحدث عنه هو أن الإنسان الذي ربما للأسف الشديد إذا عمل عملا غير صالح لا يستحي من الله لشدة الحلم عند الله عز وجل ولأنه الموجود الغيبي ولما تعودنا عليه من شدة حلم الله عز وجل وعظمة الله وإمهال الله قد يبتل الإنسان بحالة حول هذه القضية أما أنا لأن أستحي من ربي على كل حال وإن كان الإمام يتكلم على قاعدة إياكي آني واسمعي وإلا الإمام كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان هو في مقام التعليم وإلا صلوات الله وسلامه عليه لا يغفل عن الله طرفة عين عموما الشيء التربوي الهام الآخر هو أننا إذا لم يكن وجود الله عز وجل ورؤية الله لأعمالنا وحدها كافية لنخجل لنستقيم في صراط العبودية قدوتنا الصالحة إمامنا حجة الله علينا تعرض عليه أعمالنا فلا يكونن هينا علينا هذا المشهد نفس أننا نعرف أن هذا العمل السيء والعياذ بالله يعرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيوجب مساءة الإمام أو هذا العمل الصالح يُعرض على الإمام عليه السلام فيستوجب سرورا من الإمام ويستتبع هذا دعاء له لنا لنستزيد منه هذا في حد ذاته درس تربوي كبير وكبير جدا في مقام عرض العمل نحن لو كان أخ عزيز علينا أو أب أو أم أو زوجة أو ولد يطلع على بعض أعمالنا لاشتد فرحنا بها إذا كانت حسنة ولخجلنا من أنفسنا إذا كانت لا سمح الله على المقلب الآخر كانت سيئة فكيف إذا كان العظيم العظماء في عصرنا إمام زماننا هو الذي يطلع على هذه فيكون أهول الناظرين لو إن الإنسان تجرأ أحسنتم من هنا تفعيل هذه العقيدة عقيدة عرض الأعمال وأن حجة الله يرى الأعمال تفعيلها ثقافيا وعمليا ولو بأن يقف كل واحد منا في كل يوم يفكر مع نفسه في هذه القضية ويعتقد بها هذا يستوجب زيادة في الحسن من العمل وزيادة في الابتعاد عن القبيح من العمل إن كان يرتكب هذا القبيح لا سمح الله جميل هناك نظرية تسمى بنظرية تجسد الأعمال لنقف قليلا عند هذه النظرية وصور الإنعكاس وتجسد العمل الصالح الحقيقة هذه النظرية يمكن الحديث عنها على صعيدين أنتم اليوم تفتحون لنا أبحاث في نظريات كل واحدة منها تحتاج إلى وقت طويل لعل الله يوفق إن شاء الله في مرنامج آخر للحديث عنها مع السادة العلماء المهم هنا أخذ منها الجانب المربوط بمحل بحثنا المحقق عند المتأخرين من أكابر العلماء وبالأخص أتباع ما يسمى بمدرسة الحكمة المتعالية هذه المدرسة العظيمة لدى متأخري فلاسفة الإسلام وبالأخص فلاسفة مدرسة أهل البيت عليه السلام حقق أن الأعمال بتكرارها من الإنسان كفعل يصدر من الإنسان عندما تتكرر الأعمال شيئا فشيئا فشيئا هذه الأعمال تتحول إلى جوهر وإلى ملكة في شخصية الإنسان تتجوهر شخصية الإنسان بهذا العمل إن كان العمل صالحا تجوهرت شخصية الإنسان بالجوهر الحسن والعكس بالعكس من هنا نجد في كثير من الروايات تأكيد على المداومة على العمل وإن قل توجد روايات في هذا الجانب المقدار الذي رأيته من الروايات عدة روايات تحث على الاستمرار على العمل سنة على الأقل هذا بتقديري يصب في إطار هذه النظرية نعم ليتجوهر العمل يصير ملكة لدى الإنسان فيسهل عليه القيام به وتتجوهر به النفس فتصير جوهرا روحانيا جميلا يتجلى في عالم أعلى من عالم المادة جميل نعم حقق العلماء أيضا عالم المثال قبل عالم العقل والتجرد التام نعم الذي هو تجرد تام عن المادة والمادية لكن الآثار تكون طبعا هنا أعتذر جميع الإخوة والأخوات إذا كان لا يتسنى لي أن أدخل في دقائق تفاصيل هذه المسألة الآثار تكون على في عالم الروح هذا الصعيد الأول نعم لا في عالم المثال لماذا نذهب إلى عالم المثال أقول هناك عالم اسمه عالم البرزر بعد الموت وهناك عالم في حياتنا الآن موجود نعم يتجلى لبعض أولياء الله هذا العالم أنا أأسف أني لا أستطيع أن أدخل في دقائق هذه هذا الصعيد الأول الصعيد الثاني في تجسد الأعمال النظرية التي هي أقرب إلى الفهم وأقرب إلى التعارف العام لدى متأخري جميع علماء الصواء كانوا من أهل مدرسة المعقول والفلسفة أو كانوا من أهل الحفاظ على ظواهر القرآن الكريم وعدم تأويل الآيات هناك العشرات قبل أن تدخل في هذا البحث قبل أن تدخل في هذا البحث أقول هل نظرية تجسد أو تجسد العمل نعم يتأثر بالشكل الخارجي في هذه النشأة أو تجسد في النشأة الأخرى والحقيقة أن التجسد هو كما رأينا نعم قبل قليل بالدرجة الأولى تجوهر في داخل النفس نعم صقل للروح تتحول النفس مثلا إذا تجوهرت بسلسلة أعمال صالحة نعم من نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة جميل بعد لا تعود أمارة بالسوء نعم وهذا ما لا يكون إلا للأماثل والأواحد من النس من عباد الله هل هناك تأثير من الروح أدل الشكل سأتحدث الآن عن هذه النقطة نعم ينعكس هذا لا محال على الشكل الخارجي جميل نعم وهذا نعكس في كثير أيضا من الروايات الشريفة مثلا في صلاة الليل ورد أن من يديم ورد أن من يديم الاستيقاظ في الليل يديم صلاة الليل نعم يصبح من أهل الإشراق في الوجه جميل ورد أن السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه الله أن وجهه كان يشع نورا جميل ورد في بعض مصادر السنة نعم أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تضيئك المصباح الزاهر في الليل أقول في بعض مصادر السنة فضلا عما هو موجود في مصادر الشيعة عندنا لا شك وهذا أيضا في علم النفس الحديث لا أقول فقط الفلسفة وعلم المعقول كل أطباء النفس وأهل علم النفس يقولون بأن الحالات النفسية والحالات الروحية تنعكس على مظهر الإنسان حتى تنعكس صحة ومرضا وسقما وإلى ما هناك على الإنسان أمتقل للصعيد الآخر من نضيات تجسم الأعمال والتي هي أسلس وأسهل فهما وهي عرض قضية تجسم الأعمال في الآخرة الأعمال تظهر بعد عالم الدنيا في عالم الآخرة في عالم الآخرة بل ما قبل عالم الآخرة في عالم البرزخ أيضا تظهر كموجودات من هذا العالم أو من العالم الآخر مثلا العمل الصالح الفلاني يظهر في صورة ملك جميل العمل الصالح الآخر يظهر في صورة حورية جميل من الحوريات العمل السيء مثلا يظهر في صورة والعياذ بالله جلكم الله كلب ينهش وهذه قضايا حصلت في هذا العالم تجل الأعظم لنضيية تجسم الأعمال في الآخرة وهذا ما تدل عليه العشرات العشرات من الآيات الكريمات والمئات من الروايات الآيات تقول وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا مُحْضَرًا وَمَنْ يَعْمَلْ في آيات أخرى مثقال ذرة خيرا يرى قديما كانت تؤول هذه الآيات أنه يرى جزاء العمل لكن هذه الآيات صريحة وَلَا تُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ لم يقل بِمَا كُنْتُمْ عز وجل على هذا الأساس عشرات الآيات تتحدث أن نفس الأعمال حاضعة طبعا كيف تحذر الأعمال هذا يحتاج إلى بسط من المقال بشكل يناسب ذلك العالم وموجودات ذلك العالم أما الروايات فهي بالعشرات تتحدث عن تفاصيل هذه النظرية وأن العمل الفلاني الله عز وجل يخلقه في ذلك العالم الصورة الفلانية أتذر أيضا لضيق الوقت مرات أخرى جاء في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمنون فلنحيي أنه حياة طيبة لنقف أيضا ما المراد بالحياة الطيبة وما علاقتها بالعمل الصالح أما العلاقة فنفس الآية الكريمة نعم تصرح بعلاقة العلية والمعلولية نعم أن العمل الصالح مقدمة وعلا مع علاقة بينه للحياة الطيبة جميل نعم إذن فالحياة الطيبة نتاج نتاج العمل الصالح جميل طبعا الحياة الطيبة ليست شيء واحد أخي العزيز وهذه نكتة مهمة نعم كل من عمل بمستوى من المستويات عملا صالحا عاش نتاجه مستوى من مستويات الحياة الطيبة جميل أعلى وأرقى أنواع الحياة الطيبة تكون لمن يعمل بأعلى وأرقى مستويات العمل الصالح هذه الجهة الجهة الثانية التي لا بد من التنبيه عليها هو أنه توجد مستويات من الحياة الطيبة تكون نتاج العمل الاجتماعي الصالح يعني لا يكفي أن يعمل شخص في المجتمع عملا صالحا حتى يكون المجتمع كله يعيش حياة طيبة اجتماعية يعني هناك حياة طيبة للأفراد وهناك حياة طيبة للمجتمع مثلا في الآخرة حياة طيبة هناك يحكم كل إنسان بعمله وبعقيدته الصالحة وبعمله الصالح هناك لا يوجد تأثير لأحد على أحد الإنسان السيء لا يؤثر على الإنسان الصالح في الأعمال كل إنسان هناك حياته الطيبة نتاج عمله لكن في الدنيا الأمر ليس كذلك في الدنيا نأخذ فاصل ونعود إلى الحياة الطيبة هذه مهمة مشاهدي الكرام فاصل ونؤصل اللهم أصلي على محمد وآل محمد اللهم أصلي على محمد وآل محمد اللهم أصلي على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد مشاهدي الكرام نبقى وإياكم وبرنامج بينات في العمل الصالح في القرآن أهلا بكم جديد أهلا بكم سواة الشيخ ما زال الكلام في الحياة الطيبة ولنبقى في الحياة الطيبة إن شاء الله تفضلوا كان حديثنا حول الآية الكريمة نعم فلنحينه حياة طيبة ما نريد أن ننتهي إليه وقد تحدثنا جزءا من الحديث قبل الفاصل الذي قطعنا هو أن الحياة الطيبة لا تنحصر كما يتصور البعض نعم بالآخرة بل الحياة الطيبة في الآخرة هي إنعكاسا لبعض أنواع وأصناف الحياة الطيبة في الدنيا نعم العمل الصالح أولا ينعكس على شخصية الإنسان وعلى روحية الإنسان جميل ولا شك أن روح الإنسان ونفس الإنسان إذا صارت مطمئنة صار باله مطمئنا لارتباطه بالمطلق عز وجل فإن هذا سينعكس لا محالة على شخصيته واستقراره النفسي جميل وستنبعث منه أعمال متوازنة حتى في الحياة الاجتماعية التي لا تكون ترتبط ارتباطا مباشرا بالله سبحانه وتعالى وبالعبادة لله سبحانه وتعالى مضافا إلى هذا الله عز وجل وعد الذين يعملون الصالحات وعدهم بأن يعطيهم جزاء في الدنيا قبل الآخرة بعض أنواع الجزاء هي للعامل بالعمل الصالح جميل نعم وبعضها يرتبط بالمجتمع الذي يعمل عملا صالحا نعم أحاول توضيحا للفكرة أن أمر على بعض الآيات الكريمات التي تتحدث عن هذه الحقيقة سواء فيما يرتبط بالعمل الصالح أو فيما يرتبط بظده جميل نعم مثلا قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لا أدري ربما تعرضنا لهذه الآية في الحلقة الأولى لمناسبة الماء واضح جدا أن الماء الغدق هنا في الدنيا الحديث عن الخيارات التي تنزل في الدنيا جميل ولكن هنا الماحة لابد منها أن إنزال الماء الغدق لا يكون على شخص فاعل للعمل الصالح إذا كان يعمل عملا صالحا نعم هو وجماعة وثل من المؤمنين قد ينعكس إنزالا للماء الغدق عليهم وعلى غيرهم جميل نعم ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم قد يعمل عملا صالحا يكون أمانا لأهل الأرض أمانا للمسلم والكافر جميل نعم للمؤمن وغير المؤمن لمن يعمل العمل الصالح ولمن يعمل ضد العمل الصالح العمل الفرد ربما يؤثر في خيره على المجموعة نعم نعم والعكس بالعكس أيضا عاقر الناقة كان رجلا واحدا نعم نعم ولكن الباقين كانوا على الخط على النهج كانوا راضين بعمله فنزل العذاب على القرل نعم 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 ولكن في غالب الحالات القومة الاجتماعية لله أستعير هذا التعبير من قوله تعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد مثنى ليس إثنين نعم نعم مثنى يراد منه القومة الاجتماعية وأقل المجتمعي إثنان نعم نعم على كل حال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهما أن غدقه يمكن أن يكون يشير إلى الاستقامة الاجتماعية للرئيس للقائد جميل الذي هو معصوم بالدرجة الأولى في كل عصر لأننا نعتقد أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه ولمن معه من أهل الثلة الصالحة فيكون مجتمعهم مجتمع ازدهار آية أخرى والحديث حول هذه الآيات كل آية منها الحديث حولها طويل مع هذه الآية نعم ما هو الواجب على بقية المجتمع عندما يصدر الفعل السلبي والعمل غير الصالح من فرد هذا أمره واضح نعم نحن لسنا كالرهبانيين جميل نعتقد أن كل إنسان عليه بنفسه وليس عليه بغيره نعم القرآن الكريم منهجه ينظر إلى أن المجتمع البشري ينبغي أن يكون كالجسد الواحد جميل كله طقوى كله صلاح نعم من هنا يرى القرآن الكريم يرى الإسلام بشكل واضح أن أمام الإنسان مسؤولية هداية الآخرين جميل مسؤولية ردع الآخرين عن ظلالهم ومن هنا كان من أعظم الواجبات في الشريعة الإسلامية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هنا شدد وغلض على هذه الفريضة في الآيات الكريمة وفي السنة الشريعة إذن إصلاح المجتمع يعتقى هذه المسؤولية على الجميع فسالت أودية بقدرها كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته القائد الأعلى للمسلمين وهو الإمام المعصوم يتحمل أمامه مسؤولية عظمى جميل وكل واحد من أفراد المسلمين بحسب وجوده ومرتبته أمامه مسؤولية ربما عبر بعض المحققين عن هذه الفريضة بفريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بولاية العام على العام هي ولاية لعموم المؤمنين ليقوموا بهذه الوظيفة جميل طبقا لشرائطها الشرعية وقد أدخل علماؤنا رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين هذه الفريضة في كتاب مستقل في الرسائل العملية جميل لتكون فريضة واضحة المعالم والمناهج والأحكام الشرعية لدى عموم مكلفين أتباع مذهب أهل البيت عليه السلام الإشكال اليوم الذي يحل في مجتمعاتنا وفي نظر البعض أنه عن المنكر والأمر المعروف هذه الفريضة إذا قام بها الشخص كأن العائدية الإيجابية تعود على المجتمع لا تعود على نفس الشخص الذي قام بهذا العمل كل ما يعود على المجتمع بالخير والصلاح والفلاح فهو يعود على العامل لأنه جزء من هذا المجتمع لبنى من لبنات هذا المجتمع لأننا عندما نتحدث عن المجتمع نتحدث عن مجموع مكونات هذا الاجتماع وهذا المجتمع الآية الأخرى قوله تعالى وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمَ يَا قَوْمِ وَيَا قَوْمِ بِيَا قَوْمِ الْأَعْمَالِ وَيَا قَوْمَ 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 حتى أيضا ندخل في محاور أخرى نعم هناك أنتم تطرقتم لأن الإنسان المؤمن يكون أو تكون له الحياة الطيبة في النشأة الدنيوية وفي الأخروية أيضا نعم لكن ما نحن نراه الآن حتى بعض الحاديث كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد ابتلاءا وهذا فارق كبير هذه أيضا نقطة مهمة جدا على غرار ما ورد أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فجاء أحدهم إلى الإمام الحسن المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى ما ببالي كان من أهل الكتاب من اليهود فقال يا ابن عسول الله تدعونا هذا فكيف وأنت في خير وفلاح وصلاح من أمق دنياك وأنا على العكس تماما أعيش فقرا وإلى آخره فقال يا هذا إذا قيس ما أنا فيه الآن بما أعد الله سبحانه وتعالى لي وللمؤمنين في الآخرة فهذه الدنيا بكل حسنها وزخارفها وزبارجها ليست أكثر من سجن بالنسبة لنا جميل نعم وإذا قيس ما أنت فيه أنت المتولي عن الحق للأسف الشديد إذا قيس ما أنت فيه بما ينتظرك بعد الذهاب من الدنيا إن بقيت على ما أنت عليه فما أنت فيه يعد جنة بالنسبة إلى ما ينتظرك جميل من النار والجحيم والعياذ على هذا الأساس أستطيع أن أقول بأن هناك حياة طيبة مادية نعم عندما يستقيم الفرد وعندما تستقيم الجماعة لكن هذا لا يلغي عنصر الإبتلاءات الدنيوية التي لها الدور الفاعل في إثارة حالة العبودية عند الإنسان جميل وفي تذكير الإنسان المعصوم تكون رفعة لدرجته جميل وغير المعصوم هذه الإبتلاءات والمصائب التي يبتلى بها في الدنيا أولا هي إن كان من أهل الإيمان الحقيقي لن تؤثر على حياته الطيبة لأنه يعتقد بمرتبة التوحيد الأفعالي فيرى أن كل هذه الإبتلاءات هناك حكمة في أن تصيبه نعم من الله سبحانه وتعالى ولذلك فقد أصابته ما كانت لتصيبه لولا أن الله عز وجل أذن بأن تصيبه إذن حقيقة الحياة الطيبة في هذه النشأة ومن هنا هو أطمئنان النفس نعم ومن هنا السيدة زينب سلام الله عليها عندما سئلت في مجلس الطاغية عندما قال لها كيف رأيت صنع الله إلى آخر الكلام قالت ما رأيت إلا جميلة هي لم تكن تجامل حقيقة ترى أن الحسين عليه السلام الذي له درجة لن ينالها إلا بالشهادة وقد نالها بهذه المأساة العظيمة الوجه الآخر الذي تنظر إليه السيدة صلوات الله وسلامه لأنتقل إلى سؤال آخر هو الجميل بكل ما للكلمة جميل ما هي أفضل الأعمال التي توصل الإنسان إلى مرضات الله تعالى؟ هذا السؤال سأله أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله في الخطبة المعروفة التي استقبل بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان لإستقبال شهر رمضان استقبل بها شهر رمضان فسأله أمير المؤمنين ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ أفضل شهر للأعمال هو شهر رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محاكم الله أعظم عمل صالح هو في الترك ليس في الفعل وهذه نقطة لطيفة أن يكون الإنسان يتقك لا يعمل هذا أعظم عمل صالح كيف؟ أن يكون متورعا متقيا في الجانب الذي لا يوقعه في ذلك فإن الله عز وجل كريم جدا يقبل بالقليل من العمل الصالح بالمعنى الفعل ويعطي عليه الجزيلة من الثواب شريطته أن لا يتعدى الإنسان حدود الله جميل وأما إذا أردت أن أذكر عملا في هذه العجالة على المقلب الآخر فلا شك أن الصلاة مع حضور العقل ومع خشوع القلب هي عمود الدين إن قبلت قبل ما سوىها إن تأمل الإنسان في هذه الصلاة التي هي معجون إن صح التعبير من التلاوة للقرآن ومن الذكر لله ومن الدعاء من الخشوع ومن الخشوع غاية الخشوع في الركوع ثم في السجود الذي هو محلال تام في العبودية جميل هي أعظم الأعمال التي تربي هذه النفس وتزقي هذه النفس وتنهاها عن الفحشاء والمنكر إن ورع الإنسان عن محارم الله وحاول أن يأتي بالصلاة التامة فإن صحيفته ستكون نقية بيضاء إن شاء الله وسينطقل إلى وقية الأعمال بسهول أشكركم كثيرا على هذا الحضور المتواصل أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ حسان سويدان ولكم مشاهدي الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة